أنتم رجال الدين المتنورين كما كان لكم خطاباً أيام الطائفية عندما كنا شعباً نقتل بعضنا البعض على الأوية وقد عبرنا مخاضات الدم الصعبة التي كانت في مرحلة من المراحل الآن أيضاً يطلب منكم خطاباً معتدلاً متوازناً حتى نعبر أنهار الدم التي يخطط الآخر في الخارج أن نخوض بها وبالتالي لماذا بعدهم؟ وبعدين نبعد نسوى مصالحة وطنية لا نريد أن نذهب بهذا المنزل وأن نكرر نفس القضية نفس القضية ما هو خطابكم كما كان بالأمس جراء أزمة خطيرة من هذا النوع نحن أصدرنا بياناً وقع عليه عدد كبير من الشخصيات العراقية المستقلة خارج العملية السياسية وقد تسألني لماذا لم يأخذ البيان مساحته الإعلامية المطلوبة؟ الجواب نحن لا نملك وسائل الإعلام تستطيع أن تتفاعل أنا قرأته وأتيت لك أحسنت أحسنت قرأت البيانة أو إذن وصل نحن اليوم أصدرنا أو كتبنا رسالة إلى الزائرين إلى كربلاء ماذا ينبغي أن يفعلوا؟ إن لم نعمل على محاربة الفساد والتبعية التي فرضت خلال مشروع الاحتلال لا حل حقيقي أمامنا في داخل العراق الحكومة الدولة القائمة الآن لا نريد أن نصطدم بها أولاً لا نريد حتماً أن نصطدم بالقوات الأمنية لماذا؟ لها قواتنا هؤلاء أبناء شعبنا كما أن بعض القوات الأمنية كانت في موقف إيجابي من التظاهرات بعضها كذلك نحن أوصينا الجماهير ومن يخرج وحتى أخواني القريبين الذين خرجوا وبالمناسبة أنا علناً قلت للناس أخرجوا في التظاهرات يقول البعض أنكم لا تعرفون من الذي دعا إليها قلت لنا لا يهم هذا الناس يخرجون ويطالبون بحقوقهم فليكن الداعي إليها أي أن كان لاحظوا كيف فقلت لهم الشيء الرئيسي أن لا تصطدموا بالقوات الأمنية كما أوصينا القوات الأمنية أن تكون على عهدها الوطني حافظة للمتظاهرين ومن أطلق النار أو أساء إلى المتظاهرين فهذا إنسان يحكم عليه بالإجرام والخيانة وأنه دفع لغرض أكبر وهو أن يفشل مطالب الشعب ومطالب الأمة لكي ننتهي إلى كارثة وطنية جديدة كما وصفت